كما أن هناك ضحايا في الحرب فإن هناك قابضا ومستفيدا ومستثمرا لا يهمه إن بنيت مشارعه فوق المدن المدمرة وأهلها المشردين وقد يحتاج غالبا للي عنق الحقيقة لفرض أمر واقع لا سيما عندما يغيب القانون وتحضر الأيدلوجيا المعززة بالبندقية نحو خمسة أعوام مرت وميليشيا الحجد تحكم قبضتها على ناحية جرف الصخر في محافظة بابل ومنذ ذلك الحين وهي تصر على منع سكانها من العودة لمناطقهم بحجج وذرائع عديدة كان آخرها إعلان الميليشيات رصدها تحركا لعناصر من تنظيم الدولة الذي أعلنت الحكومة قبل أكثر من عام أن نصر عليه لاختراق الناحية وتسوق المؤسسات الإعلامية للميليشيات التقارير تتحدث عن محاولات التنظيم العودة إلى جرف الصخر ثم تكلل الذرائع بخبر إحباط ميليشيا الحجد محاولة تسلل لعناصر التنظيم من المحور الشمالي للناحية حيث العاصمة بغداد ليخرج النائب عن الميليشيات أحمد الكناني قائلا إن الخلايا النائمة في الناحية تهدد محافظات الجنوب كلها مدعيا أن وجود الحجد ضروري لمنع أي خرق أمني فيها وإذ يتساءل أحدهم عن كيفية وجود خلايا نائمة في منطقة مفرغة من أهلها وتعج بالميليشيات والسجون السرية فإن إجابة من أحد النواب تكشف دوافع طائفية متجذرة تأخذ شكل شيطنة كارتونية عفى عليها الزمن فيقول النائب عن تحالف البناء رعد الجبوري إنما سماه الفكر الإرهابي موجود في جرف الصخر منذ تسعينيات القرن الماضي بيد أن مراقبين رأوا أن تلك التصريحات جاءت لقطع الطريق أمام محاولات إعادة العوائل النازحة إلى الناحية باستغلال ذريعة الحرب على تنظيم الدولة ثم لهدف أبعد يتمثل بالتغيير الديمغرافي خصوصا وأنها تزامنت من إعادة انتشار لفصائل ميليشي الحجد بأطراف الناحية بحسب ما أكده مسؤول في محافظة بابل ولا تنفرد جرف الصخر بهذه المعاناة لكنها قد تكون الأكثر تداولا في الإعلام فهناك مدن وقورا أخرى غابت عن الإعلام كما غابت شمس العدالة والمواطنات عن العراق منذ 16 سنة